لم تتوقف أمطار الصواريخ على القواعد العسكرية شمالا وغربا يتكرر الاستهداف من قبل فصائل المقاومة والذريعة إخراج المحتلة والرد على ما يحصل في غزة فعلا أن هناك إحراج قد يكون على حكومة السيد محمد شاعر السيداني في موضوع توجيه الضربات من قبل فصائل المقاومة الإسلامية العراقية باتجاه المصالح الأمريكية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمها للكيار الصينيوني تحولت إلى دولة إرهابية تخالف كل القوانين ومسميات وهذا واضح باتجاه عمليات الإبادة التي تمارس باتجاهها لغزة في خانة الإحراج وضيعة الحكومة فواجبها الالتزام بالموافقة الدبلوماسية وحماية البعثات الأجنبية بحسب اتفاقات سابقة وفي ذات الوقت لا تستطيع رد المقاومة بأكثر من تهديد بالمحاسبة كما يقال هناك إحراج كبير تواجهه حكومة السيد محمد الشاعر السوداني باعتبار أن الاستدافات تتكرر على القوات العراقية التي فيها مستشارين وقوات التحلف الدولي إضافة للإستدافة الأخير الذي استهدف مقرا مهما بالنسبة لقوات البيش ماركة اليوم القوات الأجنبية موجودة في العراق في العراق موجودة بموافقة دولية ورسمية وبالتالي إذا كان هناك رغبة بإخراج هذه القوات فمن الطبيع أن تذهب الحكومة إلى مجلس النواب ومجلس النواب بشرع قانون وهذا القانون يكون ملزم على العراق وعلى الجانب الأمريكي وغير الأمريكي الاستهداف المستمر هو الثغرة الأمنية الوحيدة الموجودة حاليا ولا بد من معالجتها سياسيا بعيدا عن جعل العراق ساحة للصراع أي عملية تحدث داخل العراق تخلق الأمن العراق تؤجل موضوع خروج قوات الأجنبية وقوات التحالف من العراق وبالتالي تحرج الحكومة يعني نعود خطوة الوراء الآن العراق يعني يتوجه بشكل كبير جدا على مستوى العالم يعني أن كانت بالشكل الاقتصادي وأن كان على مستوى عسكري وحتى أن كان على مستوى يعني خطوط مدنية لا نسمح بردود أمريكية تجاه أي جهة من جهات عراقية إلا بموافقة العراق وهذا الموضوع يعني تم الاتفاق عليه ولكن يجب أن يكون هناك هدوء بهذا الموضوع أعتقد الموضوع حل يعني ليس عسكريا وأنه حل حل سياسي مقر للبيشمرقة قصف ولأول مرة ودون سبب رسمي وما يحصل يزيد من عمق التوتر بعلاقة بغداد مع الإقليم من جهة ومع أمريكا من جهة أخرى والحكومة تحاول مسك العصام المنتصف لكن ربما لا يطول الأمر أن استمر الحال على ما عليه عمار غسان قناة الرشيد